الإحداثيات القطبية والديكارتية لو كان عندي هذا المستوى القطبي وكانت عندي هذه النقطة اللي بعدها نقطة الأصل R وعندي هذه الزاوية Theta يعني أنه هذه النقطة لو سميناها P إحداثياتها R و Theta طيب الآن خليني أجيب المستوى الإحداثي XY وأحطه على هذا المستوى يعني المحوى القطبي هذا همده من الناحية الثانية وأسميه X وأجي من نقطة الأصل وأرسم المحور Y هدف الآن أجيب إحداثيات هذه النقطة بدلالة XY يعني لو جيت لهذه النقطة ونزلت عمودي على محور X أنا بعرف هذا الطول اللي هو هيكون إحداثي X لهذه النقطة وأعرف برضو هذا الطول اللي حيمثل إحداثي Y للنقطة طيب كيف حاجيه بإحداثي X و Y طبعا لاحظ إنه هذا مثلث قائم الزاوية يصر نقدر نطبق عليه الدوال المثلثية طيب إحنا اللي نعرفه ال-R والثيتا نبقى نشوف نقدر نجيب ال-X وال-Y ولا لا نبدأ بالكسان كساين الثيتا هذه الزاوية حيساوي إيش يعني لو كتبنا كساين الثيتا إيش حيساوي إحنا نعرف إنه الكساين يساوي المجاور على الوتر يعني نكتب المجاور على الوتر طيب هنا إيش عندنا المجاور المجاور هذا هو ال-X صر نكتب كساين الثيتا حيساوي المجاور اللي هو X وإيش الوتر عندنا هو R يعني كساين الثيتا كساين هذه الزاوية حيساوي X على R طيب فلو أنا أبغى أجيب ال-X يصير حضرب ال-R في الكساين يصير ال-X حيساوي R اللي هو بعد النقطة عن المركز مضروب في كساين الزاوية ثيتا كده أصير جبت ال-X على الآن أبغى أجيب ال-Y أنا أعرف أنه ساين الثيتا أعرف أنه يساوي المقابل على الوتر المقابل للزاوية ثيتا اللي هو Y والوتر اللي هو R يصير أقول Y على R بس أنا أبغى ال-Y يصير أضرب ال-R في الساين يصير ال-Y حتساوي R اللي هو بعد النقطة في ساين الثيتا وبكده أقدر أجيب إحداث ال-Y لهذا النقطة يعني نقدر نقول إنه إحداث X و Y اللي النقطة حيساوي إحداث X حيساوي R في كساين الثيتا وإحداث ال-Y حيساوي R في ساين الثيتا وبس كده نقدر نحول من الإحداث القطبي إلى الإحداث ال-D-Cart طيب نشوف هذا السؤال هنا يبغاني أحول الإحداثيات القطبية إلى دي كارتية طيب عندي هذه النقطة ال-R بأربعة والثيتا اللي هي Pi على ستة على طول نحط القانون لو حولناها إلى X و Y حتساوي إحداث ال-X حيكون R في كساين الثيتا وإحداث ال-Y حيكون R مضروب في ساين الثيتا يعني هذه حتساوي نعوض ال-R بأربعة مضروبة في كساين والزاوية اللي هي Pi على ستة وهنا ال-R بأربعة مضروب في ساين Pi على ستة طيب خلينا أوريكم كيف نجيبها في الآلة الحاسبة طبعا هنا أنتبه أنه هنا عندنا الزاوية بالرادين ما هي بالدرجات نشوف مكتوب فيها Pi يصر أول شي لازم نحول قياسات الزاوية في الآلة الحاسبة إلى الرادين طيب في هذا الحاسبة كيف نحول قياس الزاوية إلى الرادين نحن نحن نبغى Setup نقوم نكتب Shift Setup شوف عندي اختيارات الاختيار الثاني اللي هو بحدة الزاوية يصير أضغط الثاني عشان أختار وحدة الزاوية أعطاني الاختيارات درجة راديين جراديين أنا أبغى راديين يصير أضغط رقم اثنين صارت بالرادين لو لاحظت عندنا مكتوب R معناته الزاوية بالرادين طيب نحسبها هنقول أربعة في كوسين Shift وهذا الزر عشان يطلع الباي ونحطه لكسر ستة ساهم نخرج برة ونحطه يساوي وصارت اثنين جذر ثلاثة يصر هذه تساوي اثنين جذر ثلاثة طيب نحسب هذه نكتب أربعة في سين Shift باي على ستة ويساوي وإعطانا الناتج باثنين كده جبنا إحداث الـ X والـ Y لهذه النقطة طيب هنا برضو يبغاني أحول لهذه النقطة اللي هي في الإحداث القطبي R وثيتا يبغاها في الإحداث الديكارتي يعني X و Y يعني X و Y حيساوي R في كسين الثيتا و R في سين الثيتا وهذه ستساوي الـ R عندي بسالب 2 والثيتا عندي ب135 والـ Y و Y ستكون برضو سالب 2 في سين 135 وأقفل القص وهذه ستساوي نجيبها بالآلة الحاسبة على طول طبعا لاحظ أنه هنا أعطاني الزاوية بالدرجات أصر لازم أخلي الآلة الحاسبة تشتغل بالدرجات أضغط Shift Setup بعدين رقم 2 عشان أجيب وحدة الزاوية وأحول ها للدرجات بعد كده أحسب حط الرقم سالب 2 في كوسين 135 يساوي جدل 2 وأحسب السين سالب 2 حط السين 135 يساوي سالب جدل 2 يصر هذه هي إحداثيات X Y للنقطة Q طيب نشوف النقطة اللي بعدها عندي هذه الإحداثيات هذا R وهذه الثتة أنا أريد أجيبها على صورة X Y ساوي R كوسين الثتة سيكتب على طول R اللي هي الثلاثة في كوسين الزاوية اللي هي سالب 120 وحداث الواية سيكون R اللي هو ثلاثة في سين سالب 120 وهذه ستساوي لو حسبتها بالآلة الحاسبة ستلاقيها تطلع سالب ثلاثة على اثنين وهذه ستطلع سالب ثلاثة جذر ثلاثة على اثنين وأكثر القرص وهذه هي إحداثيات X Y لهذه النقطة طيب خلينا نشوف هذه النقطة زي ما نعرف هذا R وهذه الثتة نحول ها X Y هتصير R بسالب 6 في كوسين الزاوية اللي هي ناقص 120 درجة وحداث الواي هكون R اللي هو سالب 6 مضروب في سين السالب 120 نحسبها هتطلع هذه هتطلع ثلاثة وهذه هتطلع ثلاثة جذر ثلاثة طيب نشوف هذه نحط القانون على طول X Y هيساوي R اللي هو خمسة في كوسين الثتة اللي هي باي على ثلاثة إحداث الواي هيكون R نضروب في سين باي على ثلاثة هذه لو حسبتها بالآل الحاسب هتطلع 2.5 2.5 مضروبة في جذر الثلاثة طيب نحسب هذه X Y هتكون R في كوسين الثتة اللي هي 45 درجة والY هتكون R نفسها مضروبة في سين 45 درجة هذه هتساوي تحسبها بالآل الحاسب هتطلع سالب ثلاثة جذر 2 على 2 وحدات الواي هيطلع سالب ثلاثة جذر 2 على 2 ثلاثة ثلاثة ثلاثة